السلام عليكم ورحمة الله نستقبل الجيل الثاني من Think Car بروغ وصلة برمجة المفاتيح من شركة Think Car طبعا هاي الوصلة يا شباب نستخدمها عشان ننسخ المفاتيح وننسخ الشبات ونقرأ ونكتب تمام ونعمل ليرن للمفاتيح على السيارة تمام او نقرأ معلومات الاموبلايزر من السيارة وننسخها على المفاتيح طبعا بالاضافة انه بدعم اكثر من عشر الاف لالي سي يو والام سي يو والإيبروم بقراهن وبكتب عليهم طبعا هذا الجهاز الشباب بدعم برمجة مفاتيح الانفرالد للمرسيدس وبعمل كمان لمفاتيح اخرى ومثل البي ام دابليو مثلا الانجين اي ان اس كود ريدنج البي ام دابليو الكاس اربعة والاي اف اي ام شب ريدنج طبعا بقرا الشبات زي ما قلت لكم بكتب عليها خلينا اراويكم الجهاز من داخل هذا الجهاز الوحدة الرئيسية يعني لو انها مغلفة خلينا نفتحها تمام هذه الاكس برق الجديدة لونها طبعا اخبر تغير كان بالاول لون الاحمر تمام هذا هون يا شباب هذا لنسخ المفاتيح المفاتيح هذا هون للانفرالد مفاتيح الانفرالد تبعت المرسيدس طبعا هذا لنسخ الاسي يو والام سي يو هايو معطيك البن كود كالرينج الجراوند مثلا البيون طبعا هو بعطيك رسمي بيقولك كون تشبك عليها هذه فيه كوابل افري جاي معاها هذا بالطريقة هاي كوابل افري تشتغل عليها يعني تنطول واحد مثلا زي هيك كوابل هايو كلها فري تشتغل بالطريقة هايو بتحطها على الاي سي يو الام سي يو مثلا تقرأ منه والاي برومات يا شباب لما تفكها بتقراها من هنا طبعا فيه كمان بقرأ اتوقع الاي برومات وهي على الشب نفسها هذا زي ما خبرتكم هذا بقرأ الانفرالد تبع المرسيدس هذا بقرأ المرسيدس العفو المفاتيح العادية وهذا بقرأ الشبات العادية طبعا من هون تفرج الو بورتين هذا عندك بورت هذا البورت اللي بروح على السيارة عشان اذا بدك تقرأ الموبولايزر من الاو بي دي خلينا احاول اشبك لكم اياه بس معلش متلبكين شوي الواسع من هون هذا هي هيك بالطريقة هاي وهذه بتروح على السيارة يا شباب فبتقرأ معلومات الاموبولايزر من السيارة عن طريق الاكسبروغ او البروغ هذي اللي هو الثينكار الآن من هون شوف من هون عندنا كوابل جاهزة مثلا يعني خليني اعطول لكم بعض الكوابل مثلا مثل كابل الكاس شوف هذا الكاس البي ام دي بيو هذا شوف هون من هون بتشبكه بالطريقة هاي تمام الواسع من هون بالطريقة هاي بتشبكه وبتقرأ الكاس او اذا بدك مثلا فيه معاكوا بالاخرى هيها من هون بالطريقة هاي تمام علشان تقرأ كمان مفاتيح المرسيدس خلينا اراويكم كيف تقرأ مفاتيح المرسيدس طبعا هاي بتحطها بالمرسيدس وبتسحب معلومات البنكود تبحها عن طريق هذا الجهاز يا شباب في عندك كمان هاي من هون فيه كمان فلت يعني زي هاي مثلا خلينا اراويكم هذي شوف هذي من هون بتشبكها هون وبتكون بالجهة الاخرى فالتة بحيف انه انت تقراها وعلى البنش مثلا اذا انت مش شابك على السيارة طبعا هاي الشغلات كلها الدرونيق والامور هاي موجودة في الجهاز اذا الجهاز هذي يا شباب جهاز رائع وممتاز لقراءة المفاتيح وقراءة الشبات يعني على انبورد بقراءة انبورد الامسي يو ريدنج وكمان عندك ممتاز جدا لانه بدعم الجيل الرابع من الفوكس فاجن اه اليو دي اس انجين شب ريد اند رايت وتبديل الماكين لما تبدل انت ماكينت فوكس فاجن او تبدل لما تبدل الجير عشان تنقل المعلومات عليه فالففت جينريشن تبع الاودي كمان جيربوكس اي سي يو ربليسمينت بدعمه فجهاز رائع جدا طبعا بيشتغل مع اجهزة الثينكار ثينكار ماستر ماستر 2 مثلا الماستر اكس اه طبعا الاي سيو والامسيو اللي ذكرتلكم اياها يعني زي الاتي ام اي ال الفوجيتوس اه اه الامفينيون يعني بدعم قائم كبير جدا صراحة يعني ممكن احطيكم اعطيكم رابط الشركة وتشوفوها عليها اه الاو كي اي مثلا الاديستو الاي كي ام التيرا يعني كثير شغلات صراحة بدعم وعنده كمان زي ما قلنا لكم بشبك على الماستر اكس بشبك على الماستر اثنين وبشبك على ثينك تول اه ماكس وهذا الجهاز يا شباب متوفر في شركة المهندس الامارات الشارقة على صفرين تسعة سبعة واحد كمسة صفر واحد ست سبعة تسعة اربعة واحد صفر اشتركوا في القناة